تحرص مصر على التأكيد في المحافل الدولية كافة على ضرورة توصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتؤكد مصر دوما على أهمية تنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 فضلا عن التأكيد الدائم على أهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن ينعم بإقامة دولته المستقلة القضية الفلسطينية بكل مفراداتها إحدى الثوابت الرئيسية للسياسة المصرية التي تبذل الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي جهودا كبيرة على مختلف الأصعب وفي المحافل كافة للتأكيد على ضرورة التوصل لحل عادل للقضية التي كانت ولا تزال قضية العرب الأولى المساندة المصرية للقضية الفلسطينية جلية في معطياتها فخلال الشهور القليل الماضية كانت اللقاءات المتعددة للرئيس السيسي سواء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو استقباله لوزراء خارجية الرباعي الدولي مجموعة ميونيخ واللقاء مع وزيري الخارجية الأردني والفلسطيني علاوة على زيارة رئيس المخابرات العامة إلى رمالة لقاءات حملت في مجملها رسائل تمثل أسس السياسة المصرية وهي ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وبذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية كما حرصت مصر على تكثيف جهودها في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية وإعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية وكذا الجهود المصرية اهتجاها مسار تحقيق المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة ما بين الأطراف الفلسطينية وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل هناك كما واصلت مصر جهودها لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع المواقف المصرية التاريخية إزاء القضية الفلسطينية والتحركات الحثيثة الراهنة للرئيس السيسي في ظل المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية جعلت مصر قبلة للتشاور والتنسيق بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية تقديراً لسعيها الدؤوب للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق وحدته ترجمة نانسي قنقر